أم أوكرانيا أشعلت الموقف مع روسيا ووصلتها إلى مراحل تصعيدية خطيرة وذلك من خلال استهداف الثالوث النووي الروسي الخطير كل هذه الأمور جاءت يوم أمس ضربات صاعقة وخاطفة جاءت واستهدفت هذه القاذفات النووية التي ترونها أمامكم قاذفات نووية روسية مثل التيو 95 وكذلك التيو 160 التي يسمونها ويطلقون عليها أيضا البجع البيضاء طائرات مهمة للغاية على مستوى إطلاق الصواريخ النووية دائما ما روسيا تهدد الغرب باستخدامها هذه التفاصيل لهذه الضربة نشرت تماما على النيويورك تايمز بمعلومات استخبارية تحصل عليها من مسؤول أوكراني لم يصرح باسمه تحدث عن مسألة استهداف قاعدتين مهمتين وهو الذي أكده في هذه المسألة كما تلاحظون هنا أوكرانيا وهنا الأراضي الروسية ما تحدث عنه بأن القوات الخاصة الأوكرانية هي التي قادت هذه العملية باستخدام طائرات مسيرة أوكرانية لم يحدد نوعها ولكن المصادر الروسية تحدثت عن هذه الطائرات المسيرة وتحدثت بأن هذه الطائرات تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى السبعينيات إلى الثمانينيات وهي طائرات من نوع تيو 141 وهذه الطائرات بحسب التفاصيل الروسية وحتى بعض التفاصيل الأوكرانية أن الأوكرانيين طوروها وجعلوها قادرة على الوصول إلى ألف كيلومتر مسافة كبيرة جدا للاستهدافات بكل تأكيد الأهداف والقواعد التي تحدث عنها هذا المسؤول الأوكراني لنيويورك تايمز هي هاتين القاعدتين هذه القاعدة طبعا هنا العاصمة الروسية موسكو كل شيء يأتي إلى جنوب شرقها هذه القاعدة التي ضربت هي قاعدة جوية مهمة موجودة في مدينة يطلق عليها رزن وأيضا النقطة الثانية والتي يتواجد فيها وتتواجد في هذه القاذفات النووية هي إنجليس 2 هنا بهذا الاتجاه تتواجد النوعين من الطائرات وهي التيو 95 وكذلك التيو 160 وبالتالي الطائرات التي استخدمت على ما يبدو بأننا أمام طائرتين من خلال الأنباء ولكن قد تكون أكثر من طائرة التي استخدمت وبالتالي الأهداف كانت بهذه البساطة والاستهداف كان بهذه البساطة وعملية إطلاق هذه الطائرات المسيرة هي كانت من عمق الأراضي الأوكرانية من على مسافة 300 كم أي تقريبا 486 كيلومترا لأن هذه المناطق كما تعلمون الدومباس زابروجيا كل هذه النقاط تتواجد فيها القوات الروسية يتواجد فيها الانفصالين وبالتالي مسافات كبيرة جدا قطعتها هذه الطائرات وحققت هذه الضربات دعونا نتوجه إلى القمر الصناعي لنلقي نظرة على الثالوث النووي على هذه الضربة التي جاءت على القاذفات النووية المهمة والخطيرة للغاية إذا ما اتجهنا إلى هذه القاعدة قاعدة إنجليس 2 لكي نرى عدد هذه القاذفات أو الطائرات الموجودة هذه هي القاعدة التي سنحاول الاقتراب منها وستلاحظ بأننا أمام عدد لا بأس به من هذه الطائرات والقاذفات النووية وستلاحظ بأنها موجودة وبعدد كبير أي ضربة في أي اتجاه بهذا المدرج سيعني كثير المثير بأن لم تكن هناك صور على الأقل حتى هذه اللحظة نشرت من الجانب الروسي عن طبيعة الضرر عن طبيعة التقارير عن طبيعة ما ورد من هذه الضربات التي جاءت على هذه القاعدة حتى الأقمار الصناعية لسبب ما لم تحدث أي شيء قادم من هذه الضربة ولكن كانت هناك لقطات مصورة لهذه الضربات كان هناك مقطعين هذا المقطع قد يدلنا على طبيعة الضربة وأين جاءت وكما تلاحظون المقطع بهذا الشكل هذه اللحظات الأولى من الضربة من كاميرا مراقبة هذه كانت اللحظة الأولى من هذه الضربة التي جاءت على ما يبدو من طائرة موسيارة واحدة إذا ما توقفنا هنا وحاولنا أن نعرف هذه النقطة تحديدا هل هي فعلا جاءت بهذه القاعدة أم لا ستلاحظ بأننا أمام جزر وسطية واضح بأننا أمام طريقين لكي تلتف فيها السيارات كما تلاحظون واضح بأننا أمام ووقف كذلك مباني عالية وأن هذه المباني هي تدل بأننا على ما يبدو أمام مجمع سكني خاصة وأن هناك نقطة للألعاب للأطفال كما هو واضح وأيضا بأننا أمام هيكل على ما يبدو يبدو بشكل مميز نوعا ما بهذا الشكل يجب أن نتذكر الشكل الخاص بهذا الهيكل لأنه أمر سندقيقه على القمر الصناعي وأيضا نحن أمام مظلات لكل مدخل أربعة مظلات كما هو واضح في هذه المباني ستدلنا بسرعة على طبيعة هذا الموقف بالتالي التصوير هنا الانفجار جاء بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه أيضا مهم لنتجه الآن للقمر الصناعي لكي نحاول أن نعرف هذه المنطقة لنعود من هذه المنطقة ونحاول أن نبحث عن مجمع سكني يأتي باتجاه هذه القاعدة من المجمعات السكنية هناك الكثير من المجمعات السكنية طبعا ولكن المجمعات السكنية هنا وتحديدا عند المسابح خلف هذه المسابح بهذه النقطة التي ترونها هي أكثر النقاط التي بدت منطقية لهذه النقطة وكما تلاحظون بأننا فجأة أصبحنا أمام نفس العلامات هذا هو المبنى الأول هذا هو المبنى الثاني الجزر الوسطية الطريقين موقف للسيارات نقطة للألعاب كما هو واضح وتبدو ويبدو أن الهيكل يأتي بهذا الشكل ليس واضحا وأيضا المظلات التي تحدثنا عنها في هذه المداخل الأربعة ليست واضحة أيضا ولكن الأمر المهم بأن الكاميرا تبدو بأنها كانت تصور بهذا الشكل كيف لنا أن نتأكد من هذا الهيكل ومن الشكل ومن المظلات نستطيع ولحسن الحظ هناك صور من الأرض إذا ما هبطنا بالقمر الصناعي هنا لنرى هذا الهيكل وأيضا نستطيع من الالتفاف 180 درجة لندقق بشكل هذا الموقع لندقق بهذه المداخل أيضا لنتأكد فعلا بأننا أمام نفس المنطقة ستجد فجأة عند الهبوط بأننا أمام نفس الهيكل نفس الشكل الذي قمنا برسمه بالالتفاف 180 درجة فنحن أمام نفس المداخل هنا مظلة مظلتين مدخل ثالث الرابع كل شيء دقيق كل شيء واضح الكاميرا كانت تصور من هذا الاتجاه لهذا الموقع وبأخذي وبأتذكر بأن الومضة التي جاءت من هذه الضربة جاءت بهذا الاتجاه بهذه المنطقة وحددنا هذا الأمر من القمر الصناعي هذه النقطة التي توقفنا عندها لنبتعد قليلا ولنقارن هذه المنطقة مع قاعدة إنجلس سنلاحظ بأننا فعلا أمام نقطة تصويرية جاءت بهذا الشكل تقريبا وهي توضح أن المدرج بالكامل كان هو تحت المطرقة وتحت هذه الضربة دعونا نتجه إلى هذه المنطقة وإلى هذا المدرج لنلاحظ ما الذي جاء من هذه الضربة الواضح بأننا على ما يبدو أمام الكثير من طائرات التيو خمسة وتسعين لا يبدو أن التيو مئة وستين قد تضررت خاصة وأن هناك تقارير تحدثت أولية أن طائرتين من هذه الطائرات التيو خمسة وتسعين قد دمرت وتضررت بالتمام والكمال ولكن قد الصور توضح أن الضرر أكبر لذلك نحن بحاجة للصور نحن بحاجة لمعرفة ما الذي جاء في هذه النقطة أما بالنسبة للقاعدة الثانية التي وثقتها نيويوك تايمز من المسؤول الأوكراني الذي لم يصرح باسمه بالهجوم بطائرات المسيرة الأوكرانية التي تحدثنا عنها فهي هذه المنطقة وهي نقطة رزن هذه المنطقة لا تتواجد فيها القاذفات النووية هناك طائرات خطيرة للغاية روسية تستخدمها روسيا من هذه المنطقة من طائرات تستطيع حمل هذه قاعدة دعونا نقترب منها من حمل صواريخ السوبر سونيك التي تعتبر صواريخ أسرع من الصوت شهدناها في الحرب الأوكرانية الروسية وهنا ستلاحظ فجأة بأننا أمام طائرات تيو إثنين وعشرين هذه هي الطائرات التي استهدفت وهذه النقطة تحديدا التي ترونها جاء عنها تحديث من شركة إمج سات انترناشنال هي التي حدثت هذه المنطقة بملاحظة بأننا أمام هذا المدرج وهذا التوجه المميز بهذه النقاط مثل هذا المستودع وغيرها إذا ما ذهبنا إلى الإمج سات انترناشنال حدثت بشكل سريع نقطة الضربة لاحظ هذا هو المستودع هذه الطائرة وهذا هو المدخل كل شيء متطابق ونشروا قبل وبعد وكيف جاءت هذه الضربة وبالتالي قبل كانت الأمور بهذا الشكل لطائرة التيو اثنين وعشرين وهذه هي بعد لاحظة الدمار الذي جاء في هذه النقطة واضح دمار ليس عاديا المثير أن روسيا نشرت صورا من طبيعة هذه الضربة التي جاءت هنا ونشروا بأن هناك كأنها تنكر للوقود كان موجودا بالقرب من هذه الطائرة يبدو بأنه كان يزودها بالوقود أو يزود نقطة معينة لتزويد الطائرة بالوقود كان واقفا ويبدو بأن الطائرة المسيرة قد استهدفت هذه العربة أو هذا التنكر من أجل وضع هذه الطائرة في موقف أصعب من اصطدام الطائرة المسيرة بهذه الطائرة المهمة للغاية وكانت هناك لقطة أخرى لطبيعة الدمار والضرر الذي جاء على هذه الطائرة هناك نقطة مثيرة يجب أن ننتبه إليها وهي مسألة هذا الصاروخ الذي تلاحظونه هناك صاروخ الطائرة محملة بالصواريخ وعادة عندما يتم تحميل الطائرة بالصواريخ يعني بأن الطائرة على وشك القيامي بالهجوم وهذا الصاروخ إذا ما حاولنا أن نقترب منه قليلا بهذا الشكل ستلاحظ بأن مؤخرة هذا الصاروخ المهم تبدو وهي تتطابق تماما مع صاروخ الروسي المهم لعب أدوارا كبيرة في أوكرانيا وهو الكي أتش 22 وواضح جدا أن نقطة الانطلاق أو مؤخرة هذا الصاروخ هي متطابقة مع الصاروخ الذي رأيناه والمعبأ به والتي كانت تحمله هذه الطائرة وهذا يوضح بأن يبدو بأن الأوكرانيين كانوا يعرفون تماما بأن الروس كانوا يتهيئون لعملية هجوم واضحة حذروا منها الأوكرانيين كثيرا لاحظوا بأن الأمر سيكون هناك هجوم هناك تقارير استخبارية لهجوم الروسي على البنى التحتية الأوكرانية وبالتالي باغتوهم بهذه الطائرات المسيرة وحققوا هذه الضربة وبعدها بالفعل بساعات شهدنا الهجوم الذي جاء على أوكراني يوم أمس وعلى البنى التحتية والذي تسبب بعدد من الأضرار في أوديسا وغيرها من المناطق المهمة التي استهدفت على هذا الأساس النيويوك تايمز وثقت الآتي من هذه الهجمات التي نشهدها لأول مرة بهذه الطريقة وبهذا الإسلوب الهجوم الجديد يشير إلى تطور كبير في طبيعة المواجهة كما يظهر استعداد أوكراني لنقل قواعد القتال إلى قلب روسيا وتنفيذ هجمات على بعد مسافات طويلة الطائرة المسيرة التي طوروها الأوكرانيين فيها مسألة مهمة جدا على المديات الألف كيلومتر التي طوروا بها هذه الطائرة رغم أنها طائرة قديمة ستلاحظ بأن هنا أوكرانية هذه المنطقة كلها تغطي ألف كيلومتر بالنسبة للطائرة المسيرة الأوكرانية وهذا يعني بأنهم يضربون ويستطيعون ضرب أي هدف في بلاروسيا مع التحركات الكثيرة العسكرية التي تأتي هناك كانت من الجيش البيلاروسي أو الجيش الروسي وأيضا من أي نقطة يريدون استهدافها المشكلة أن الأمور لم تتوقف إلى هذا الحد بل صباحا هذا اليوم كان هناك هجوما على قاعدة جوية أخرى روسية في داخل روسيا وتحديدا في هذه النقطة في مدينة كرسك قاعدة جوية مهمة أيضا تستخدمها روسيا في الهجمات على أوكرانيا تعرضت للهجوم والتقارير تتحدث بأن الهجوم جاء بطائرات المسيرة الأوكرانية نفس الطائرات التي طورها الأوكرانيين وكانت هذه هي اللقطات التي جاءت من الساعات الأولى من صباح هذا اليوم كما تلاحظون هذا هو الانفجار الذي جاء بهذه الطريقة هذه لقطات أوضح استمر هذا الانفجار بهذا الشكل الذي تلاحظونه والحديث عن مستودعات للوقود هي التي غربت لنأخذ عددا من العلامات بسرعة سنلاحظ بأننا أمامه وكأنه منزل كبير أو مستودع كبير صح التعبير في هذه القاعدة سقفه أزرق مميز كما هو ملاحظ وأيضا هناك عامودا واضحا وهناك مخزنا للوقود كما هو واضح مخزنا قد يكون وقود أو نفط موجودا يبدو بأنه لتعبئة الوقود لهذه الطائرات الموجودة في هذه القاعدة لكي يكون إسنادا كبيرا لها والانفجار يبدو قريبا يبدو أنه يأتي بالقرب أو من زاوية هذه النقطة التي تحدثنا عنها وبالتالي بما أن الأمور قد تم تحديدها والحديث عن هذه القاعدة في كيرسك لنتجه إليها هذه هي أوكرانيا لنتجه إلى كيرسك الآن إلى هذه المدينة المهمة سنلاحظ بأن القاعدة موجودة وواضحة هنا لاحظ كيف الطائرة المسيرة واضحة بأنها تعدت مسافة لا بأس بها وبالتواجد هنا سنلاحظ بأننا أمام عدد من الخزانات للوقود التي تتواجد بهذا الاتجاه وبأخذ هذا الاتجاه قليلا إلى الشمال سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات مرة أخرى مما ظهر من هذا المقطع الذي نشر اليوم هذا هو المستودع بالسقف الأزرق وهذا هو العامود كما تلاحظونه الذي كان ظاهرا لنا ويبدو بأن هذا المستودع هو الذي لم يتضرر ولكن هذا المستودع يبدو بأنه هو الذي انفجر وبالتالي ضربات تكتيكية ضربات جراحية على ما يبدو لتعطيل كل الهجمات الممكنة التي كان وقد تحدث عنها الأوكرانيين كثيرا والغرب بأن روسيا ستستخدم كل إمكانياتها وصواريخها وأسلحتها من أجل ضرب البنى التحتية في أوكرانيا وتركع أوكرانيا مع درجات الحرارة التي تصل إلى سالب عشر وسالب ستة وتجعل المواطنين هناك بدون كهرباء وبدون تدفئة هذه الضربات وهذه الاستراتيجية تأتي مع استراتيجية كبيرة دولية قد بدأت أوروبا والغرب أكمله والولايات المتحدة الجي سفن قد اتفقوا على وضع سقف لأسعار برميل النفط الروسي وأن يكون سقف السعر بستين دولارا فقط لن يشتري أحد أكثر من قيمة هذا السعر الموضوع وضعوا له طبعا سقف هذا يعني بأن العائدات الروسية ستقل وهذا يعني أيضا بأن مسألة ميزانية الحرب التي تستخدمها روسيا في الحرب الأوكرانية أيضا ستقل وهذا يعني مشاكل أكبر لروسيا في ظل كل ما نتحدث عنه من ضربات من حصار وغيرها وبالتالي العائدات بشكل عام دخلت في مشكلة وهو أيضا من أجل تفادي مسألة صعود سعر برميل النفط إلى 120 دولارا كما حدث قبل أشهر محاولة لإغلاق هذا السيناريو تماما الذي يصعب وضع الدول مثل الدول الأوروبية التي تشتري طبعا النفط وغيرها ويتفادون كل المشاكل الاقتصادية وحرب الطاقة وغيرها التي سمعنا عنها كثيرا ولكن بلومبرغ الأمريكي اليوم أكدت بأن روسيا أيضا تريد وضع سقفا للأسعار هي بنفسها وأنتم أيها الغرب لن تعاقبون بل نحن من سنعاقبكم وبالتالي نحن أمام ظروف صعبة ولكن الضربات التي جاءت على الثالث النووي يوم أمس كيف ستغير الموقف وكيف سيرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه الهجمات